دايماً كان يعني في أي بيت مصر كده لما بيطلع زكاة أو صدقة حتى بتلاقي إنه هو بيتحرى الضقة في فكرة إنه يشوف أسرة فعلاً محتاجة الزكاة دي أو محتاجة الصدقة دي فيقدروا إنه هما يستفادوا منها على مثلاً خلاف حد تاني ممكن ما يكونش محتاج الصدقة دي أو الزكاة نفسها تحرى الضقة دي دار الإفتاء يمكن حسمتها إن إحنا إزاي نقدر إن إحنا نوجهها في المكان الصحيح يعني الحقيقة يمكن دار الإفتاء تشكر في هذا الأمر أيضاً لأن منذ يعني وقوف سيد رئيس في الاستاذ وتبنيه لهذا المشروح حياة كريمة بالفعل جعل لون من ألوان الانطلاق العظيمة في الشعب المصري وخاصة أهل القرى ما يقرب من 58 مليون ممن يحتاجون بالفعل إلى الدعم وإلى المعاونة وإلى العون وإلى بناء مجتمع جديد لهم دار الإفتاء المصرية تبنت هذا الأمر من خلال الآياء القرآنية وطبعاً يعني الكتاب الله لم يفرد في شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء فبالفعل إنما الصدقات أول حد يعني يستحق هذه الصدقات والزكاة للفقراء والمساكين وهل هناك فقراء ومساكين أكثر من هؤلاء الذين يعني يعمل لهم هذا المشروع حياة كريمة في بناء قرى جديدة مسكن جديد تأسيس مسكن جديد وهي المحاور المختلفة لدار الإفتاء أو للنموذج الذي من خلاله يمكن أن يعطى هذا المال في هذا المشروع أن يعطى للبناء ويعطى للتأسيس ويعطى لتحديد بيوت أخرى للرعاية ولدوء الاحتياجات الخاصة كل هذه الأمور لتأهي لهم لوجود مجتمع جديد وهي الجمهورية الجديدة التي ننادي بها جميعا هو إيه الفرق يا دكتور ما بين الفقير والمسكين واللي هم يعني الاثنين موجودين في هذه القرى الضعيفة يعني يعني هؤلاء المعدمون تماما من المال الذين لا يستطيعون أن يأتوا بقوت يومهم حتى على الأقل وبالتالي يعني وصفهم واحد الصفات واحدة الفقير والمسكين يعني قريب 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 من بعض تماما كلاهما الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومي والمسكين الذي لا يجد ما يبيت عليه لا يجد المأوى فهؤلاء وهؤلاء كلاهما يعني يمكن أن نعطيهم من أموال الزكاة نعطيهم أن نجمع هذه الأموال لبناء هذا المجتمع الجديد نؤسس لهم بيت إقامة بيت وتأسيسه كل هذه الأمور تدخل في إطار هذه المبادرة العظيمة حياة كريمة والتي خرج من خلالها بيان در الإفتاءة المصرية سوابها عند ربنا سبحانه وتعالى أي؟ عظيم جدا يكفي أنها ذكرت في كتاب الله إنما الصدقات وإنما هنا أسلوب حصر إنما الصدقات للفقراء والمسكين والعملين العامة والمؤلاء في كل آية التمن أصناف التي حددها وذكرها رب العزة سبحانه وتعالى اختص في أولها من هذه الثمانية للفقراء والمسكين الذين نقصدهم بالمبادرة والذين نقصدهم بالحياة الكريمة ضمن إطار المجتمع كله في حياة كريمة متكاملة للمجتمع ككل قد إيه ده هيفرق في بركة المجتمع يعني دايما مصطلح البركة ده يمكن ساعات بيغيب عننا فكرة أني أنا ربنا هيبارك لي فرزقي لما ساعد واحد مصري محتاج وعايش في مجتمع ويمكن ما كانش فيه في سنين قبل كده حد حاسزه يعني يمكن الأمر الإله يخذ من أبوالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها دي الحاجة التانية يمكن حينما أوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لأهل اليمن فقال إن أطعوك فيما ذهبت إليهم فيما معناه فبها وإن لم يكن فإذا كانوا فعلا قبلوا منك ما تعرضه عليهم فعرفهم بأن عليهم الصدقة تأخذ من غنيهم لفقيرهم وهذا هو البناء المجتمع السليم كيف يغضق الغني على الفقير فيتقبل الفقير حياته مع هذا الغني لا يحقد عليه وإنما يكون كل منهما عونا للآخر هذا يعطف عليه وهذا يقدر ويحترم هذا فهذا ينشئ لون من ألوان اللحمة بين المجتمع بين الفقير وبين الغني لا يكون فيها لون من ألوان البغضاء ولا الضغين بينهم على الإطلاق ده إزاي هيخلي المصري يحس فعلا أنه هو ليه دور مسؤول في المجتمع وفي نفس الوقت قد إيه ده هيفرق برضو مع وجدان المصري اللي هو حاسس كان في وقت بالفقر والضعف وأنه محدش واخد باله منه خالص يعني أنا عايز أقول أن حياة كريمة هتصل إلى هذا الهدف هتصل إلى هدف أن الفقير المصري المواطن الذي كان معدما يجد نفسه قد دخل في بوطقة الحياة الكريمة في إطار المجتمع ككل هيجد نفسه يستشعر المسؤولية تجاه المجتمع يستشعر كيف يكون مواطن يحترم مضمار العمل الذي المهنة نفسه يعني يهتم بالمهنة فبقدر المستطاع إذا ما اهتم بالمهنة فهو مسؤول عن المجتمع يحافظ على مجتمع إذا اهتم بالقوانين فيعلم ما له وما عليه يهتم بالمجتمع إذن هذا الفقير وصل لدرجة من الدرجات التي تجعله مسؤولا في تأهيل المجتمع لمجتمع ناضج مجتمع يعني مستقبل وطن عظيم يصل إلى مصاف الدول التي بها لون من الألوان لاستقرار المجتمعي زي ما فيه فقير ومسكين في المجتمع المصري الحقيقي للأسف يعني فيه بعض الحقاد اللي هم بيسعوا دايما وبيبقوا أشد من الأعداء الخارجيين يعني فيه تأثيرهم المسموم زعزاعة الاستقرار والوطن يعني مجرد أنه هم يلاقوا خبر زي ده مثلا تلاقي حضرتك بدأوا أن هم يشتغلوا في زعزاعة الفكرة نفسها أن حد ممكن يقول الله طبعا أنا ممكن فعلا أساعد مصر وأساعد المصريين في فكرة أن هم يبنوا حياتهم والبنية التحتية الموجودة في حياة كريمة يبدأ يقوله طب وانت ليه أصلا تسمع توجه ده ده أكيد مش قصدين أكيد عايزين يستفدوا منك عايزين يستغلوك تعرف طبعا الأفكار الشيطانية دي تبقى موجودة كتير الناس دي بقى برضو عقبها عند ربنا إيه وأنا بقى المفترض دوري إيه عشان ما أسمعهمش يعني هو طبعا يعني يعني إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا تثبتوا من هذه الإشاعة من هذا الكلام ده هذا أمر الأمر الآخر لابد أن كل إنسان طبعا يعني يستشعر قيمة الكالبة التي يقولها وقيمة الإشاعة التي ينشرها هل ستصل به إلى الهدف المسموم هذا وبالتالي فلابد أن لا يصنع مثل هذا الأمر ومطلوب من الطرف الآخر أن لا يستمع إليه لأن يعني هؤلاء يتبنون بعض الأفكار كما يقول أستاذنا الراحل دكتور زكي نجيب محمود فيها لون من ألوان الحوى للفكري بأنهم يتبنون أفكارا شازة بعيدة كل البعد عن الحقيقة بعيدة كل البعد عن البناء الصحيح وبالتالي فضعف النفوس خوفا من أنهم يعني ينسق وراء هؤلاء نشد على أيديهم ونقول لهم لا بد أن تستوثق مما يقال لك واعلم تماما بأن الحق أبلج الحق واضح تمام الوضوح ولا بد أن ينظر إليه نظرة صحيحة ولا ينسق وراء هذه الأقويق